اهلا بكم اليوم سنتعرف على اختراح القانون وان بيرسون وان فوت وهو نظام لا يستطيع الاعتماد النظام الاكثر وليس النسبي اي ان مقترع واحد يختار مرشح واحد ويفترض ان تكون الدوائر الصغرى هي المعتمدة اعتمد هذا النظام عام 53 باول عهد الرئيس كامير شمعون اذ خفض عدد النواب من 77 نائبا الى 44 نائبا ووزعوا على 33 دائرة فردية على الشكل التالي 22 فردية واحد عشر دائرة بمقعدين بيروت كانت خمس دوائر الشمال توزعت على ثماني دوائر فيما البقاع على اربع دوائر اما جبل لبنان فضم تسعة دوائر الجنوب سبعة دوائر بالمحصلة صوت واحد مرشح واحد هذا القانون اهميته انه يكسر الكتل الكبرى ويجعل هناك 128 نائب حقيقي اي 128 نائب فعلي ويلغي مقولة البوسطة او المحدلة